بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء المحامين السلام عليكم ورحمة الله مسألة مهمة جداً بيتعرض لها كل الزملاء والزميلات الشرطة والنيابة دايماً بيبقى دورك في الشرطة والنيابة تحقيقات الشرطة والنيابة محضر الشرطة والتعامل مع الشرطة مسألة مهمة جداً دي بالضبط زي الرحم الإنسان حين يولد بيبدأ فيه رحم أمه ثم يخرج إلى الحياة المحضر في الشرطة هي الرحم هي البداية هي النقطة الأساسية في أي قضية لذلك مهمة جداً إنك تباشر إجراءات تحرير محضر الشرطة بنفسك وتكون دقيق جداً في تحديد فكرتك وموضوعك إزاي؟ بيجي لك حد يقول لك أنا مشكلتي واحد اتنين ثلاثة عايز أروح أعمل محضر في الشرطة أو عايز أتقدم ببلاغ أو عايز ألجأ إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقي أو لدفع الضرر عني بيحكي لك الحكاية كلام حضرتك بتصطحبه وتذهب معاه إلى قسم الشرطة قسم الشرطة ده بداية أي قضية وأخطر مرحلة بتمر بها الدعوة لأنها لحظة البداية واللي بتتأسس عليها القضية كلها من أولها الأخير إذن الحضور للشرطة أمر في غاية الأهمية ما يجي لكش واحد يقول لك أنا عندي مشكلة تقول له روح اعمل محضر ومال حضرتك دورك إيه أنت الأستاذ المحامي هو جالك عشان تعمله ومشكلته تحلهله لازم أنت اللي تكون حاضر معاه وتذهب لتحرير المحضر بنفسك وتركز جدا في تحديد التهمة اللي أنت رايح توجهها لخصمه أو للطلب اللي أنت طلبه أو تعمل التأسيس القانوني المطلوب عشان أنت رايح تحرر محضرك تبقى محدد الأسانيد القانونية اللي بتبني عليها أساس محضرك تعامل مع الشرطة أمر في غاية البساطة واليسر والأهمية أولا بتتعامل مع الناس باللياقة المطلوبة وبالزوء اللازم لأنك داخل على ناس بيتهم ومكتبهم آه هو مكان عام وبتاعنا والخدمة المواطنين لكن مكتبه بتتبع الإجراءات وطرعيها بتلقى الاحترام المطلوب حين تحترم الإجراءات فيه محامي بيبقى داخل مش واثق في نفسه دي مش صح فيه محامي بيبقى داخل الشرطة متعالي ومتأنف دي مش صح تخش أستاذ محترم طبيعي بتحترم نفسك وبتحترم الآخرين طبعا زي ما اتفقنا الهيئة لازم تبقى داخل بهيئتك المظبوطة جدا بدلتك لابسها قافل الجرفطة بتاعتك تبقاش لابس بدلة من غير جرفطة أو لابس البدلة وفتح الجرفطة والأميص دي مسألة مش مظبوطة فتح الأميص وانت في مكتبك لكن وانت في الشرطة وفي الاسم وفي النيابة وفي الشارع وفي كل مكان حتى وانت في مكتبك مع العملاء لازم تكون قافل الجرفطة دي حاجة بسيطة ومهمة جدا بتدي الانطباع الأول عنك لو انت معروف للقسم خلاص معروف ليهم وبيتعاملوا معاك أنا بكلم اللي داخل لأول مرة احنا بنكلم شباب المحامين اللي داخل أول مرة اسم شرطة محدش يعرفه فيه إزاي الناس تحترمك وانت داخل أول حاجة الهيئة اللي احنا وضحناها لحضرتك ثم بعد كده لما تيجي تتخش اسم شرطة تقدم محضرك بتخش على أكبر حد موجود في المكان يعني انت داخل تعمل محضر في النبطشية بتخش على السيد الضابط معاون الضبط تتكلم معه تعرض عليه موضوعك وهو يوجهك مين اللي يحرر لك محضرك لأن هما بيبقى عندهم اختصاصات إدارية كل مواضيع بيبقى مختص بيها حد معين فهو بيوجهك لهذا الحد يبقى ما ينفعش ان انت وانت رايح تحرر محضر ومعاون الضبط قاعد يبقى رائد ولا مقدم ثم تروح على مين شرطة تقول لنا عايز اعمل محضر ما ينفعش هيقول لك روح للبيه يبقى انت من الاول كده تبص بعينيك وانت داخل تشوف مين اكبر حد موجود او اقدم حد موجود تخش عليه وتعرض عليه موضوعك وبعد كده هو بيوجهك لما بتروح للمختص بتقعد تحكي له حكايتك وحين تحرير المحضر يبقى عينك على الكلام اللي بيتكتب عشان تتأكد انه هو متابع معاك وانه هو مش منشغل او انه هو ما بياخدش باله من الكلام اللي انت بتقول لان في تحرير المحضر زي ما قلنا ده رحم القضية ده اهم لحظة في القضية ده اللي بتكون عليه موضوعك وحكايتك كله فلازم تكون الفاظ المحضر دقيقة جدا الوقائع دقيقة جدا لا تبالغ لا تزيد احكي الوقع بالزبط ما تختصرش ولا تزود ولا تضيف ده فيما يتعلق بالشرطة يبقى اتفاقنا ان احنا بتلجأ للمختص اقدم حد موجود لو انت عايز موضوع اكبر من كده بتلجأ للمأمور المأمور هو اللي يوجهك لان ده مكان له نظام ولو تفاصيل انت ما تعرفش تفاصيله فتلجأ للاقدم هو اللي يوجهك كده بيعرف انك انت راجل محترم وراجل متميز واستاذ بتفهم وبتحترم نفسك وبتحترم الآخرين وبتحترم التخصص هذا موضوع مهم جدا ونصيحة مهمة جدا قد تكفيك وتضمن لك الاحترام في اي قسم تدخله على مستوى الجمهوري اذا رأيت هذا الشرط اللي احنا وضحناه الهيئة تخش على اقدم حد تعرض عليه موضوعك باختصار وبلطف وبدقة وبالفاظ محترمة وبالفاظ قانونية معبرة وكمان تدله القد والوصف الجنائي القص بالموضوع ما تروحش تقول له الحكاية كذا كذا واحنا عايزين نعمل محضر لا اروح قول له الحكاية كذا كذا ودي بتشكل جريمة كذا اللي بتحكمها المادة كذا هيحسوا انه قدام استاذ جميل متميز هو شايفك صغير كده هيبقى مش مهتم قوي لما تقول له الشكوى وتحط له نص المادة اللي بتحكم الموضوع وتأيدها وتوصفها لا ده احنا قدام محامي كبير وان كان صغير في السن لكن تصرفه ده تصرف كبير واكبر محامي مش هيعمل اكتر من كده هذا فيما يتعلق بالشرطة وحقك امام الشرطة المشكلة اللي بتحصل بين الناس والزملاء احيانا لما حد بيروح يعمل محضر يبقى الدنيا مسحومة يقول له انتظر شوية يبدأ يزعل لا انتظر احترم ظروف المكان وظروف الناس لان انت منتظر عشان في حد قبلك هو له الاولوية ما هو برضو ما ينفعش حضرتك تبقى موجود وحد لسه داخل ونهتم بيه ونحرر له محضره مسألة الترتيب والاولويات دي سيبها لاصحاب المكان هم اللي يقدروه المهم في النهاية انك انت بتاخد حقك بتقوم باجراءك بيقوم بالمختص حتى وانت بتأيد محضرك وبتقوم باجراءاتك الناس ما تكون فيه اريحية وراحة بيساعدك على انك تعرف توصل فكرتك وتوصل موضوعك هذا فيما هتعلق بالشرطة طب دور حضرتك ايه في النيابة دور حضرتك في النيابة انك انت بتحضر التحقيق او بتباشر اجراء اداري ما لناش علاقة بالاجراءات الادارية دلوقتي هي معروفة الكثير من الزملاء لكن انا بتكلم في الدور القانوني القضائي اللي بيقوم بالمحامي في النيابة وهو حضور تحقيقات النيابة لما حضرتك تحضر تحقيق النيابة حين يسأل المتهم اللي حضرتك حاضر معاه ما تردش عنه ما تجيش النيابة تسأل المتهم ثم حضرتك تجاوب لانه كان حكي لك الحكاية وانت فاهم الموضوع فترد عنه ما ينفعش تعرف ان السيد وكيل النيابة اللي قاعد بيباشر التحقيق هو المهيمن على التحقيق في هذه اللحظة حين يسأل المتهم تتركه يجيب اذا عنا لك سؤال بتطلب من وكيل النيابة انك توجه هذا السؤال سواء لموكلك اللي انت حاضر معاه او لخصمك اذا كان بيسأل او لشهود اذا كانوا بيسمعهم في قضية وعايز توجه لهم احد الاسئلة التي عنت لك اثناء التحقيق لاضاح بعض الامور في الحالة دي بتطلب من السيد وكيل النيابة توجيه سؤال والنيابة في الحالة دي بتقول وطلب الدفاع كذا وبيوجه السؤال وبيبقى اسمه بناء على طلبك انت وبيكتب كده في تحقيق النيابة ممكن حضرتك تطلب سؤال والنيابة شايفة ان هو مش مهم القانون الدك الحق انك انت تطلب من النيابة توجيه السؤال ولاها ان ترفض توجيه يبقى حقك انك تطلب السؤال لكن الرد على السؤال ليس من حقك لكن بيحفظ لك حقك احنا بنتكلم كده في الحدود والحقوق فاذا حد بيوجه سؤال لمتهم او لشاهد يبقى بيطلب من السيد وكيل النيابة توجيه السؤال النيابة في الحالة دي بتقول وطلب الحاضر عن الدفاع توجيه سؤال وبيتعرض السؤال ويكتب في المحضر ثم يوجه السيد وكيل النيابة للمطلوب سؤاله سواء كان متهما او شاهدا ويجيب عليه وتكتب الإجابة اذا رأى ان السؤال مش مهم بيكتب انه وطلبت دفاع سؤال كذا والنيابة رفضت توجيه السؤال يبقى انت كده حفظت حقك في السؤال اللي انت شايف ان لك وجهة نظر فيه عشان لما تروح للمحكمة بتثبت لها ان انت وجهت سؤال مفاده كذا لحظة حدوث التحقيقات ولحظة التحقيق مباشرة يبقى اتفقنا ان انت قدام النيابة ما توجهش انت اسئلة ما تتكلمش مع حد لا تجيب عن المتهم او عن الشاهد حين يوجه السؤال لأحد تتركه يجيب ولا تجيب عنه ثم بعد ان ينتهي التحقيق بتوجه ملاحظاتك تكتب في تحقيق النياب لان النيابة بعد ما بتنتهي التحقيقات بيبدأ يقولك طلباتك يا استاذ اذا كان لك طلبات سمع شهود بتقوله طلب معينة بتطلبه طلب عمل فحص بتطلبه طلب تحليل بتطلبه ايما كان طلب اجرائي بيخص قضيتك ويفيدك في دفاعك عن موكلك بتطلبه من النيابة كطلب ثم بعد ذلك اذا كان متهما بتبدأ تطلب اخلاء سبيله وتودي للنيابة الاسباب الموجبة لاخلاء سبيله والاسباب الموجبة لاخلاء سبيل اي متهم ان يكون له محل اقامة معلوم ان يكون الدلائل غير كافية على اتهامه بالواقع دي من المسائل المهمة جدا اللي بتمشي في كل القضايا يعني اسباب اخلاء السبيل بتبقى ان يكون المتهم له محل اقامة معلوم أو أن تكون الدلائل غير كافية لاتهامه أو أن لا يخشى التأثير على أدلة القضية من إخلاء سبيله لأن قد ترى النيابة أن إخلاء سبيل المتهم هيخرج بره يأثر على شهود أو خلاف أو هيهرب مش هنعرف نجيبه تاني فدي مسألة بتقدرها النيابة لكن أنت دورك أنك تهدر الأسباب التي تجعل النيابة تضطر لحبس المتهم يقول لي بيخلي النيابة تضطر لحبس المتهم إذا مالوش محل إقامة معلوم لو مش مش هنعرف نجيبه أو تخشى هربه أو تخشى تأثيره على أدلة القضية هيخرج يكلم شهود يحفظ شهود يأثر عليهم يبقى في الحالة دي بتخلي سبيله افرض أنه هو الشهود دول ظابط شرطة بيسأل في محضر باعتباره وظابط واقعة أو مطلوب فيها تحريات مباحث ما تقول ليش بقى أنه هو كده ممكن يؤثر على الظابط ده كشاهد لا الظابط ده مش هيتأثر عليه كشاهد مش ممكن حد يقدر يأثر عليه لا يخلى سبيلك احنا بنقول الشاهد مين اللي هو الشخص العادي اللي هو من عامة الناس يبقى دورك في النهابة هو مباشرة التحقيق وحضور التحقيق وعرض ما يعني لك من أسئلة أمام النيابة في التحقيق ثم طلب إخلاق سبيله إذا كنت حاضر مع متهم وبتبين للنيابة مبررات إخلاق السبيل عشان تقدر يبقى دورك هنا بتقنع السيد المحقق بمبررات إخلاق سبيل موكلك يبقى خلاصة الأمر أن دورك طبعا في النيابة كمان نؤكد نفس الهيئة اللي قلنا عليها في دخولك الشرطة أن تكون بهيئة متميزة بهيئة لائقة جدا ما تبقاش برضو فاتح الجرفات لأن أنا بشوف كتير من الزملاء عاملين الحكاية دي أعملها لكن يعني أنا لا أنصح بها أبدا يعني من ساعة ما تخرج من بيتك لحد ما تروح مكتبك لحد ما تخلص شغلك تماما الجرفات ما تتفكش أبدا إلا في مكتبك وكنت أعد لوحدها تكون قاب بتبحث ولا بتشتغل فتبقى داخل على النيابة هيئتك مميزة جدا شكلك شيك قاعد ساكت متميز لما بتوجه السؤال يبقى في الموضوع وده كل ما يمكن أن يقال في المسألة دي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة